مرحبا السلام عليكم معكم محرر موقع فلسطين في الذاكرة palestine remember.com حابب أعمل تاني تسجيل عن معركة طوفان الأقصى وأحسن من أسماها طوفان الآن نحن على أبواب الانتهاء من الشهر الثالث هذا هو تاني تسجيل أنا بعمل عن الطوفان وتسجيل الأول أترك الرابطة تحت في الـ description لكن حسب توقعاتي وتقييمي في الفيديو الأول أنه وطوفان بالفعل هو رح يكون زلسال سياسي يغير الخارطة السياسية على الشرق الأوسط وأنا برأيي أنه إحنا نشاهد أنه هذه هي البداية فقط ما حدا بيعرف كيف رح تنتهي وكلها بتعتمد كيف العدو والغرب الكيان بيتصرف وكيف إحنا بنتصرف أول أول إشي بحاول أحكي أنه أنا بعرف أنه ما نمر فيه مأساة إنسانية حاليا الأكبر منذ النكبة ممكن حتى أكبر ولسه منش منتهين منتهين فالرحمة على كل الشهداء الآن وفيما بعد لأنه قريبا حتى لو تنتهي الحرب الآن الأغلبية رح تموت بسبب تعرضهم للأمراض المعدية أو للبرد أو لأنه لا يوجد شلدر لا يوجد مساكن آمن ف أنا باختصار بقول إحنا الشعب الفلسطيني خارج القطاع خارج فلسطين معاكم بغدا النظر عن إيش اللي أنتو بتقرروا أنا هون موجود حتى إني أجلب الانتباه لعدة أمور للأسف الكثير من المحللين السياسيين وال ما بيتكلموا عنها ف مهم جدا أن نعرف أهم نقطة يجب أن نعرف أن نقيم صحيحا اللحظة التي نمر فيها الآن الكثير يظن أنها حرب مثل بقية الحروب لا هذه زلزال زي النكبة غيرت الخارطة السياسية في الشرق الأوسط اللي كان موجود لألف سنة منذ الغزب الصليبي النكبة غيرت الخارطة السياسية خربطتها فلسطين هو أهم معبر بري في التاريخ الطير الحيوان الإنسان الحشرات الكل استخدم إلا لما هذا الكيان أجل غزانة من أوروبا الكيان الاسطنطالي أوكي شباب ف الأغلب نحن ما منقيم صحيح ما يحدث ما منقيم اللحظة التي نمر فيها إحنا للأسف منقيم الأمور بعد الحدث وقتها منصير نندم نوكل أضافرنا الندم ليش ما عملنا هيك ليش ما عملنا هل لا في معنى وقت نقدر نتدارك المأساة القادمة في عنا مأساة حاليا لكن أنا برأيي أنه هذه إحنا في البداية ف اللي أنا عم بحاول أحكيه أنه ما حدث في السابع من أكتوبر الزلزال هذا رح يفرض علينا حرب شاملة سواء أنت بتحب أو ما بتحب سواء أنت مع الشباب في المقاومة أو لا سواء أنت يا الأردني اللي ما بتحب التواجد الفلسطيني سواء قبلت أو ما قبلت التهديد جاي نحوك من خطط للعملية هاي هو قصده أنه خربط اللعبة السياسية كلها فتقعدش تتوقع أنه الأمور رح ترجازي قبل لا كل المحللين السياسيين اللي أنا أتابعهم مثل العزمي بشارة في برضو كمان العريان وغير الكثير من المحللين اللي في لبنان برضو يظنون لا يعالجون الأمور بعالجوا الأمور كأنها زي حرب 2006 يعني الإنسان ما يعرف أنه بالفعل يعيش لحظة مهمة إلا بعد فهو تلوان لا هذا الوقت الذي يمر إله هلا يجب الاستعداد إله ويجب الحشد إله فمن خطط لهذه الكوة عارف أنه بدو خربط الأمور فمعناته إيش هدفه هو حرب شاملة الحرب الشاملة فرضت علينا شباب غد من نظر أنت موافق معها ومش موافق معها الحرب جيد ليش أغلب المحللين السياسيين بيعملوا غلطة غلطة كبيرة شنيعة أنا مش قادر أتصورها أنا مش قادر أتصورها يعني عندك عزمي بشارة العريان الكثير من اللي في لبنان بيعالجوا الأمور من شكل منطقي أنه إسرائيل مش رح تهجم على جنوب لبنان إسرائيل مش رح تعمل نكبة في 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 الضفة مش رح تهجر ليش لأنه قدش هي رح تخسر يعني إذا شنت حرب على جنوب لبنان هي رح يتخسر معظم اقتصادها رح يتهجر كثير منها رح ينقتل منها يا ناس يا عالم الكيان ما بفكر في هذه الطريقة الكيان هو كيان أمني يعني من الأخير بقول لك إياها إذا الكيان بده عيش في تواجد الشباب في قطاع غزة أو في التهديد عليه من الشمال من حوله على القليلة ما يقسقسش إجناحهم بطريقة نهائية معناته الكيان انتهى من هون من جين لتينين خلص انتهى الجين الكيان هو مخطط له حتى انه يبقى في المنطقة فقط إذا بقدر هيمن عليها كلها آه تقعدش تفكر فيها بشكل منطق كده ما بفكر بهذا الطريقة هاي الغلطة اللي راب بشوف الكل فيها كده الربح وخسارة ما هي نفس الاشي الكثير ضمن عن المقاومة الفلسطينية الربح وخسارة ما هيك الصهيوني بيلعب طعوم قيادة المقاومة في غزة مستحيل تعمل تباشر على العمل حتى أنا كنت ما بطالب منهم منهم يعمل وار لأنه كنت عارف انه اللي رح يحدث رح يحدث نكبة انا مش عم بحكي نكبة انه نكبة لا انا عم بحكي زي نكبة ال48 تهجير تدمير ما هي هذا اللي احنا نراه هي السياسي هايية يعني لو ما في معاهدة سلام مع مصر لكان لا قدر كب البشر هم حاولوا يعنون لها في 67 نصف من هجر في غضون النكبة هجر في وقت 67 لكن قامت الدنيا وقعدت وحتى ألمانيا هددت بسحب سفيرها الكثير من القرى تم قلقي واتصور عدة قرى حوالين طول كلم زيتا تولتها أو قسم كبير منها دمر تولت قلقي لي هتصور دمر وبعدين رجعوهم لأن الناس لسه ما طلعتش من البحر أنا عائلتي كانوا لسه طالعين على جزء من عائلتي كانوا بالطريقة للجسر وفي جزء كان في عمان وأبوي رجع بسرعة ورجع العائلة إلى رماله أو اللي لكان نكبتنا كانت نكبة مزبوطة في 67 المهم فتفكرش فيها إنه عدوك بفكر بنفس الطريقة المنطقية اللي أنت بتفكر فيها يعني الشباب المقاومة فرضوا الحرب على إسرائيل هل إسرائيل معناته هي رح تكفض الحرب على غيرها أنا بعرف أمريكا وإيران بدهم مش الحار مش مهم إسرائيل رح تجبرها عنهم إسرائيل رح تختار الوقت المناسب اللي هي تدوب وهذه اللي أنا عم بحكيها للكل سواء أنت يا إيران سواء أنت يا الحزب يا الحوثيين يا غير بدك تلعبها سيف بدك تلعبها بطريقة آمنية أو لا مش مهم السكين جاي والأفضل لك الآن أنا مش عم بحكي على أنه بد إياهم يدافع عن المقاومة لا العقلية الأمنية الصحيونية هي تقوم على الهيمن إذا في وحد يشكك في رأينا يروح يكتب في جوجل زعيف جابوتينسكي The Iron Wall هذه كتبت قبل 100 سنة بالضبط في صحيفة هارتس على فكرة صحيفة هارتس كتبها جابوتينسكي بكلك هو مستحيل نقعد هنا بدون من هيمن على المرض وهذه الخطاب المقال بسيط هو صار هو كون طريقة التفكير الصحيونية حتى بذلك الوقت بن جوريون قال عنه عنصري لكن طلع بن جوريون هو أول من نفذ النظرية ف أنت ما تطلع عليها من كيف أنت تطلع عليها من المربح وخسار لا بدك تحط حالك في مطرح الصحيونية كيف تفكر كيف بد ي أنت تفكر وعايا أنا 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 مش عارف كيف المحللين مش مش شايفينها هما بيحللوا كأنهم فلسطينيين أو بطريقة منطقية على فكرة كل ما أنت منطقي كل ما أنت تسيء فيهم الأمور وهاي هي الكل ما لم يتوقع السابع من أكتوبر لأنه كانوا يفكروا فيها من طريقة منطقية لكن محدش كان عارف أنه تخطيط القيادة في المقاومة اللي هو تغيير القوانين اللعبة كلها كيف أنتو تعاونوا معي إذا الكيان ما كدرش يحمي ستين كيلو متر مع غزة كيف بده يحمي الحدود تعون أريال وهي الكوبانية لمستعمرة واحدة مستعمرة واحدة بس في الضفة في الضفة في عندك مية خمس وستين واحدة كيف بده يحميه مدول ما فيش العقلية الأمنية هي فمعناته معناته يجب يجب أنت سواء أنت حزب أنا عارف أنكم أنتو ما بدكم الحرب مهين بين كل عملهم هذا يتلقف الضربات من العدو مش منفكر فيها بطريقة استراتيجية العدو رح يضرب في الوقت المناسب له بعرف أنت الوقت المناسب لما تصير هدن جديد في غزة ممكن تكون الوقت المناسب له شهر أربعة أو خمسة ما يلجاي لما التقس يتحسر ممكن يكون حتى الآن الكيان أنا عارف أمريكا وإيران بدهم مش الحرب لكن الكيان رح يجرهم إلى ليش لأن أمريكا قالت لأسرائيل إحنا جايين إحنا ظاهركم مش أجاب آينين لما بيفرض الحرب عليهم أمريكا ملهاش أي أي اختيار يعني السكين جاي عليك أفضل وقت إليك حلة حلة تنخرط عليك هم يجب أنهم يفكروا أن السكين جيتهم وعليهم أنهم إيش يعملوا اتفاق مع اللي خنوهم في سوريا هم اللي استقبلوهم في 2006 خنوهم مع الأسد قال تفكيرهم هي لأنهم بدون يحمل مقاومة هل مقاومة يحتاج سعدتوها أنا بعرف الكثير مما بعرفهم باليسار وتعون حقوق إنسان وحقوق مرأة هم أول من طعنوا بالثورة السورية هل بالعيم موس مثل عبدالباري عطوان بالع 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 منجل مش عارف شو يحكي هم كأنه تخطيط إيران وخرفانها هم خراف خلينا نكون صريعين هدول هدول بختاروا بس السكين اللي بدأت ينذبحوا فيها بيعملوا بس اللي ينفذوا عليه حماس مش خروف حماس ورطتهم في حرب هم لو يعرفوا إنه حماس رح تورطهم بحرب بهذه الطريقة لك هم سلحوهاش هم بدوا حماس والشباب هاي هم هم يخدموهم هم المقاومة مش إحنا سكان الأرض وصحاب الحق عملوا غلطة شنيعة هل هم ترددوا لما يخشوا على سوريا عشان يحموا المقاومة والمقاومة هل محتاجتهم أنا عز أصدقائي هل بالعين بالعين منجل كنسلتهم بحياتي ما بديش الزبالي هاي في حياتي مقاوم مقاومة بقولولي بساعد بساعدونا كيف بساعدونا يا شرميط مش فاهم أنا اتحجر 12 مليون واحد من سوريا هاي مش خيانات أولهم أول اللي بيحكوا معكم عن حقوق الإنسان حقوق المرأة وحقوق هدول هم أكبر الشرميط أنا برأيي الشرموطة مش شرموطة لأنها بتبيع جسد عشان عيلتها هدول هم الشرميط لسانهم باعوا لسانهم وباعوا الكيبورت تاعتهم واللي بيكتبوه حردوا على على صحاب الأرض طلعوهم منها أشرف وأن بدل من حمل السلاح هم شو أجانة من اللسانة هم ما هو بيعها من زبر وهو كلخان على رب الجولان كثير سوريين أنا بعرفوا بقولوا لي ما كنش نسمع عن الجولان وليش عشان هيك هم بيقولوا باعها باعها أنا برأيي هو لما يبيعها حافظ لكن مش مهم عنده خلص بعد 73 وكام ديفيد راح بس إحنا بدنا نرجع لفلسطين الحرب يا شباب فرضت يعني السكين جاي على الكل السكين يعني بدك تعد حالك إذا أنت مش مستعد بدك تعد حالك إذا أنت مستعد باشر في الحرب معي إنت يعني اللي في الضفة بده يعد حاله إنه إنه رح يجي تهجير عليه السكين جاي عليه اللي في لبنان هو مستعد مش مهم إيش إنت رأيك مش مهم مش مهم إنه إنت بدكش الحرب مش مهم السكين جاي لإيش بتنتظر إنت عشان المقاومة اللي إنت تدعون الدفاع عنها إيش الحرب الشام اللي فرضت علينا كلنا يجب إننا نستوعب المومنت اللحظة هاي بالنسبة للي بره فلسطين وما عنده قدرة على المقاومة شباب أرجوكم تويتر وتيك تاك فاتح الأبواب على مسرع عائلنا أنا من بعد ما أجل إيلان ماسك واشترى تويتر أحكي لكم الصراحة تحسنت كتير بالنسبة الفلسطينيين استغلوها 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 وعن بحكي لكم 98% من الموقف لهم على المرصاد هم لا عرب ولا مسلمين وكلهم من الغرب ويجب يجب استغلال ذلك شباب أنا بترجاكم لأنه لأنه قوة العدو هي بالإعلام والهيمنة على وسائل الإعلام الرسمية في الغرب إذا إحنا بنجبر وسائل الإعلام الرسمية إنها تغطي الصراع أو الحرب بطريقة عادلة إحنا إحنا كسبنا كل أقسم إلكم إنه الأكاذيب التي نسمعها الآن في أمريكا من أعظم الجرائد مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوس لم نسمعها قط غضون السابع من من الحادي عشر من سبتمبر أو قبل الغزو العراق لكن بصراحة شبكات التواصل الإجتماعي هي الوسيلة الوحيدة اللي كانك تقاوم فيها هلا اللي بالنسبة للي في الأردن يجب أن يستعدوا برضو كمان يجب أن يستعدوا اللي في الضفة اللي عندكم هذا الحكومة العميلة السلطة هدول يجب بأقل حد حل حل السلطة هاي كلها يجب أن يتراقبوهم وتعرفوا وين المخازن تاعتهم عشان تقدروا تحموا في حالكم من المخازن هاي وإذا بيطلب الأمر يجب السطو عليها هاي كلها هدول الخوانة ماستحيل أنك تقدر تعمل معركة وفي خوانة بصفوفك هاي إحنا اللي قتلنا إحنا الشعب الفلسطيني إحنا مخترقين أول إشي بدك تنظف الساحة المحلية هاي وعلى فكرة أنا بحكي لكم إياها أنا برأي أنه سلطة عباس هي الحلقة الأضاف ويجب إسقاط حكومة العملاء الخوانة هدول ما تقولوا ليش فتح الثورة وبطيخ أصفر شوف فتح الثورة هو البولونيوم المشيع لا زي اللي يطلع من قبل ياسر عرفات ولا لا هاي ما قتلوا رئيس هم بلعوا المنجل ما بحكوش عنه فتح الثورة الخيانات هاي ما بدنا إياها حتى حتى لو منصير نوك الحشيش وهذا هو اللي فرضوا علينا القيادة في المقاومة في غزة إنه الطريقة التقليدية في إدارة القضية الفلسطينية بدنا نغيرها فلسطينيا وعربيا ودوليا على فكرة أنا بدي أحكي لكم شغلي أنا ذهلت منها ستين بالمئة من الشباب اللي ما بين 18 إلى 29 في أمريكا مش بس بيقولوا إنه إنه الحادث من السابع من أكتوبر كان متوقع ومبرر لا بيقولوا إنه مش بس مبرر هذا من حق الفلسطيني إنه يعبر على الكيان ويخشهم صهاني بيقولوا إنه لما بيعملوا البوغروم بيستعونهم الإجتياحات في الضفة والمخيمات بيسموها القص العشب هم بيقولوا الأمريكان أنا مش في ستين بالمية بيقولوا الفلسطيني إنه حق إنه يخش ويلعن أبو أي واحد محتل أرضه المجتمع الغربي عم يتغير ويجب استغلال ذلك وأنا حكيت عن الحلقة العضعف هو السلطة نعم وفي احتمال إذا السلطة راحت ابنة الإنجليزية رح يطبعه وهذا رح يزلزل الشرق الأوسط قوله يعني الأردن هي أكبر حاملة طائرات أكبر أنا برأيي إنه هي أكبر مستعمرة أمريكية بعد بعد الكيان ما في إش منازم مش هلمانيا حتى كمان ولا أوكرانيا لإذا إذا 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 آ آ آ آ هاشم بطيره هذا زلزال رح يغير المنطقة كلها وهذا اللي أنا عم بحكي فيه إنه اللي صار في السابع من أكتوبر راح يغير المنطقة كلها هو معنى النشادي هو فقط البداية السابع من أكتوبر برضو يبدو وأنا هذا كتبته على الفيسبوك قلت مستحيل إنه هذا العمل اللي صار والشباب مش مستعدين على فكرة في ناس بيدسس السم في العسل وبيلوموا المقاومة وما شابه لا أنت يا فلسطيني وظيفتك وحدة إنك تحول الأرض اللي تم اغتصابها منك إلى جحيم لمن يمشي عليها غيرك ممنوع يتهنى فيها يوم واحد إذا بتقدر تقاوم قاوم إذا بتقدر تقاوم بكتابتك اكتب إذا أنت فنان إرسم إذا أنت شاعر اعمل شعر بس ما تقعدش الفلسطيني بقاوم حتى بإنك بتعلم أولادك مقاومة هاي وهاي شغلة ما بفهمها مش قادر يفهمها الصحيوني إنه إحنا عمرنا ما تفهمنا الجدار الحديدي تعجبوا تينسكي هو مش قادر ليستوعب إنه إنه الشباف السابع من أكتوبر عردوا بكازو نار على كل الأجهزة الأمنية تاعتهم بين يوم وليلي ومن كتر ما هي تم تم دحرهم كل مزاد حنقهم والأكاذيب بتاعتهم صارت بشكل صناعي لدرجة إنه الأطفال هون بأمريكا بطلوا يشتروا الأكاذيب بتاعتهم قال شوفوا آخر تقرير عن من تم اغتصابه قال قال أحد من اغتصابتهم حماس أحد الرجال قال ومن أول ما طلعت للشاعات قال عملوا اغتصاب لواحدة نجت من المحرقة عمرها بسة تمانين سنة أنا شفت كثير منهم طالعين حفاء حفاء طالع ما بدوش يرجع الكثير لا يعلم إنه هذا 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 تراث جهادي بنزل للمعركة حافية عزمنا أعرفهم استشهدوا بهذه الطريقة نرجع حكينا عن السلطة آه بالنسبة للكيان شباب هو الآن في حالة ارتباك ويجب استغلال لا يزال تحت ارتباك مش قادر يستوعب إنه الوهم تاعه طار الوهم تاع الأجهزة الأمنية الأمن الاقتصاد كله بيّن إنه نمر وراقي مش قادر يستوعب ذلك لذلك هو قاعد بينتقم من المدني المرافق المدني الشباب لحد الآن بعد تقريبا تلاتة شهر تلاتة شهر إلا خمسة أيام لحد الآن بيعملوا عمليات في بيت اللهية وبيت حنون والتواب من بارح سمعتها شو يعني مستعدين أعدوا لهم استطعتم من قوة وربط الخيل الشباب كانوا مستعدين عارفين إيش قوتهم وعارفين إيش نقاط ضعفهم عارفين إيش نقاط قوة العدو وإيش ضعفهم وإيش صغلوا النجاح سابع أوكتوبر كان أكبر إيش وتوقعاتنا من العدو طلعت أسوأ مما كان نتخيله فحاليا الأكاذيب اللي بيطلعها مضحكة مضحكة الناس الناس تكشفهم على تويتر وتكتاق أقسم لكم اسهل علي قراءة الجيروسولم بوست من إني أقرأ نيويورك تايمز نيويورك تايمز تحولت مئة بالمئة لجريدة كاذبة بتمردد للرواية الصحيونية وعلماً أنهم هم هم نفسهم قبل السابع من أكتوبر هم كانوا يخكوا عن فيفي ناتنياهو فيفي ناتنياهو مش بيبي أنا بقول عنه فيفي ناتنياهو هو الكاذب ممنوع كان يخش البيت الأبيض ليش؟ لأنه هو إنسان كاذب عارفين أنه كاذب وقاجوا حضنوه بعد السابع من أكتوبر هذه بتقول لك عن قوة اللوبي الصحيوني اللوبي الصحيوني الشباب هون الكل بتعرف كده شوهم هيمن على الأمريكي لكن هلأ الهيمنة تاعته صارت بشكل مكشوف كنت من أول لما تقول فيه هيمنة صحيونية يهودية على الاقتصاد على الجامعات على الإعلام العام يقولوا عنك أنت معاذي للسامية لكن هلأ بطلوا يقدروا ينكره لأنه صاروا في ارتباك بطريقة أنه الأكاذيب بتاعتهم هاي حتى صارت صارت ترديدها طيب أهم أهم انتصار إليك أنك أنت اتأخر حسم المعركة إذا بتتأخر هاي كاملا تلاتة الشهور انتهى الكيام لكن من نفس الوقت أنا أعلم أنه في المخطط هو تهجير المخطط إبادتنا إذا قررنا لأنه هلأ فيه فيه احتمال كبير أنه واحد من بين كل أربعة فلسطينية يموتوا أو يستشهدوا بنهاية هاي الحرب على فكرة شيء مشابه لذلك حدث بعد النكدة الكثير لا يعرف ومع ثورة الستة تلاتين لأول خمس سنوات أربعة من بين كل خمس أطفال كانوا يموتوا هلأ معناته فيه احتمال كبير أنه شيء مماثل يحدث إبادة 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 جماعية شباب حلما نعرف عنهم خمسة تلاتين ألف تحت الأنقاض واستشهدوا ومن جرح على القليل ستين ألف كمان شوي رقم مشابه رح يحدث فقط بسبب الأمراض وعدم توفر الخدمات ما أعرف ما أحكي لكن أنا أتصور أني أني انتهيت اللي عنده أي سؤال أرجوكم يكتب بالتعليق حابب اللي في الغزة في الضفة كلها اتعاملوا معها أنه هاي أنت في حرب بدك تعب حالك حرب كيف بدك تحمي حالك كيف بدك تقاوم إذا أنت بتظن حالك أنك فلسطيني وما بتدخل بالسياسي أو أردني ما بتدخل بالسياسي أو إش أنت غلطان الخطر علينا كلنا تحياتي شباب اللي عنده أي إشي استفسار رحط لي سؤاله وتحت الفيديو تحياتي منصورين شباب منصورين رفعتوا راس بصراحة أنا كنت متوقع السمود بس مش مش بهذه الطريقة مش بهذه الطريقة هذا ما يحدث الآن رح يدرس للألف سنة القادمة تحياتي شباب منصورين